اشتركوا في القناة في نشر الوعي للشعوب ولها دور كبير جدا زي الاعلام كده لما بيأثر بقى بيأثر دلوقتي انه انت بتأثر في دولة وبتأثر في نشر وعي ضال او وعي سليم زي ما كمان الثقافة ممكن تنشر الوعي بشكل كبير جدا وترجع ويبقى في عائد كبير جدا للدول من نشر الثقافة والاهتمام بيها في مؤتمر لسه عم اختتموه يوم الخميس اللي فات اللي هو مؤتمر الاول دور الشباب في الاصلاح الثقافي كان ما بين القاهرة وما بين الاكسر لمدة خمس ايام خلينا معانا شاب وده الجديد ده انا واحد مسؤول عن مؤتمر خاص بالثقافة شاب صغير هتشوفوه دلوقتي يعني مش كبير يعني وده حاجة مهمة جدا ان كده الشباب هي اللي بتعمل بتمسك مسؤوليات دلوقتي الأستاذ مصطفى عز العرب مؤسس والمنصق العام للمؤتمر المصري دور الشباب في الاصلاح الثقافي صباح الخير يا أستاذ مصطفى صباح النوم صباح النوم يا خلينا مصطفى انت عندك كم سنة؟ تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين سنة ومؤسس والمنصق العام للمؤتمر المصري دور الشباب في الاصلاح الثقافي؟ اه وكمان اصغر عضو في المجلس الاعلى للثقافة اللهم صلى عنك ما شاء الله ربنا يحميك رجز مصطفى المؤتمر ده على مدار خمس ايام في القاهرة واللؤسر عملته ايه فيه؟ هو في البداية فكرة المؤتمر جت من لقاءات بيني ومن اصدقائي الشباب تبلورت فيها الفكرة البداية بدأت اصلا في تفكير ان احنا عايزين نعمل مؤتمر للسياسات الثقافية في الدولة السياسات الثقافية تجاه الشباب خطاب الثقافي السائد في مصر الفترة الاخيرة يعني خطاب قديم شوية الوسائل اللي بتتبع فيه وسائل قديمة ما بتوصلش للشباب فحصل يعني مقطع كبير جدا ما بين شريح واسع من الشباب شباب الفنانين شباب المثقفين الشباب العادي كمان عن الخطاب الموجه من الدولة او الخطاب الرسمي الثقافي الرسمي فاحنا فكرنا وقلنا ليه ما نعملش المؤتمر نجمع فيه الشباب كلهم ونقول يا شباب مص انتو الطريقة المناسبة ليكم ده هيساعدنا ان الشاب هو يقدر يحدد اولوياته يقدر يحدد الطرق المتواصلة معاه يقدر يحدد هو محتاج ايه فيساعد الدولة او يساعد الجهاز الرسمي ان هو يوصل لهم المنتج بتاعهم لان عنده المنتج الثقافي الموجه من الدولة ديش للشعب عموما منتج كبير وغزير بس للأسف الفترة الاخيرة مبقاش ينفع مبقاش في القدرة ان هو يوصل بشكل اه واسع للشباب مبدئيا كده مصطفى اه تاخد اسكر في البداية اللي حضرتك قلتها لي دلوقتي دي وحقيقي يستاهل ان هو يبقى هو المسؤول على المؤتمر على فترة مبدئيا يعني اه انا عايز اسألك سؤال بقى بصراحة احنا شباب بقى زي بعض كده يمكن اكبر منك بس شويتين بشويتين سحب شباب بطو اه بس شباب بطو يعني دلوقتي هل الناس اساسا الشباب عارفة يعني ايه ثقافة اه للأسف اه نسبة بيها مش فاهمة يعني ايه كلمة ثقافة اصلا ثقافة مش فاهمين ثقافة دي معناها الفن هل الثقافة دي ان انا اقعد اقرى كتاب زي ما كتير مننا هل الثقافة هي ان انت تهتم مسلا بالسينما والمسرح والبتاع؟ هل الثقافة ان انا اقرى قصص زي ما النهاردة كان عندنا كاد؟ هل ايه هي الثقافة من وجهة نظر الشباب؟ الحرات اللي حت قلتها دي كلها دي وسائل لنقض الثقافة سينما مسرح اه غواية قصة كل الاشكال دي الفنية ديت او الاشكال الثقافية ديت دي وسائل لنقض الثقافة إيه الثقافة أصلاً؟ الثقافة دوت ودان الشعب كمية أو الحرارات السلوكيات الموسخة في ودانك كإنسان بتطلع على سلوكك سلوكك في الحياة، سلوكك في التفكير، سلوكك في المعيشة عموماً فعشان كده دي هيدي الثقافة اللي هو الودان أو التعامل بينه وبينه إزاي ده ننقله بقى ننقله بروسائل اللي هي معروفة للثقافة عموماً فإحنا فكرنا بقى قلنا طب إزاي نطور أداء الحجادات ديات إزاي السينما، إزاي المصرح، إزاي كل حقا دي إزاي خلات توصل للشعب تاني أو توصل بشكل واسع دلوقتي الناس كلها بقى تتكسل يعني وسيلة واحدة بس يتوسل صقافة لها الإعلام السينما بيشوفها في التلفزيون دراما بيشوفها في تلفزيون مصرح بيشوفها في تلفزيون مع أن فن زي فن المصرح ده أعتقد يعني أن انت لو بشفتوش في الحقيقة مش تستمتع بي طبع يعني متشوفه في التلفزيون أما بستمتعش بمصرح مشوفه في التلفزيون صحيح طب إزاي نازل تنزل تاني طبع تشوف مصرح زي زمان كل النقطة دي كلها تكلمنا فيها تكلمنا في المشاكل اللي بتقابل بقى 200 الفنانين أولا بدون نقطع كلامك عشان أنت جايب لنا صور للمؤتمر على فكرة خلينا برضو إينا شواء بس أنا عايز بس أعرف مين اللي بيدعمكم أول مؤتمر تم تحتدعات وزارة الثقافة المجلس أعلى الثقافة أمانت المؤتمرات ولدن ثقافة الشباب اللي أنا عوضوا فيها بالمجلس أعلى الثقافة كان اتجاه جديد جدا في وزارة الثقافة أنه هو يتعامل مؤتمر مين البزرة الأولانية للفكرة نفسها أنه يتعامل هذا المؤتمر كنت أنا ومرموعة من أصدقائي الشباب عملتوا إيه؟ هو الموضوع بيبتدي من النقاشات يعني الفكرات في الأول في الدماغي نحن عايزين نعمل مؤتمر عن السياسات الصخفية حيلو عملتوا ايه؟ الفكرة بقى اللي أنا بقى حوارات ما بيني وبين أصدقائي أصدقائي دول من سن ستاشر سباتاشر سنة لسن خمسة وتلاتين وتلاتين سنة من جماعة الشرائح بقى دكاتل الجامعة شباب فنانين فكنت بحب أتكلم معه عشان نعرف إحنا محتاجين نعمل إيه أو عايزين نعمل إيه؟ أنا عايز أخرج من النقطة بتاعة مجموعة شباب قاعدة في الكافيه أو قاعدة في النادي أو قاعدة في الشارع بيتكلموا فكرة وانتقلت إلى بقت مؤتمر بجد. المبين هنا وما بين هنا حصل ايه؟ سبع شهور. حيل. عملتوا ايه؟ هو اولا قدمت الفكرة المشروع بالتصور بتاعك الكامل للجنة اللي أنا عود فيها في المجلس الثقافة. حيل. واخدت موافقة بالاجماعة آآ كان تحت داعية الباشموندس آآ آآ أحمد دين شعبان مقارنة لجنة. مم. دكتور حاتم مبيع أميني العام للمجلس الثقافة. بالفعل في اللجنة بتشكلت لجنة علمية واشتغلنا كأعداد محتوى علمي. كذلك الجزء بتاع تجهيز اللوجيستي أو تجهيز التنفيذي تولى أمانة المؤتمرات في المجلس الثقافة. آآ آآ الشور كان متعب جدا. آآ تكريفة كانت عالية. طيقة المشروعة. والفكرة نفسها كانت جديدة في وزارة الثقافة. فما كنت تريد اللي محد فيها. الشاهم يعني ايه. طب اتروح لوزارتي يعني. وزارة الشباب. مم. لا. دي وزارة الصقافة هي المسندة لها هذه المهمة. تشكيل الوردان بتاع الشعب. مسند للوزارة الصقافة. مم. بالفعل بالنقاشات وللسات مستمرة لمدة ستة شهور تقريبا. آآ بدأنا في شهر الخامسة اللي فات بقى على الأرض الواقع. مم. تجهيزات بتاعتنا. مم. احنا اخترناه يكون في اللقاء الفتاح في القاهرة. والختم في اللقصة. ليه اللقصة بالذات. الاقصة دي عصبة الثقافة العربية. ده ايه. آآ واللقصة فيها تنوع ثقافات رهيب. عبدالحياك مثال مسلا. صدر. آآ عندك معبد اللقصة حاجة تزوط اللقصة. بخيرها شفت معبد اللقصة. مم. مبنو في ايه. كنيسة. مم. وفي ايه جامع ابو الحجاج. صحيح. ده اكبر دليل تسامح الثقافي في مصر. نعم. لفيه تلات ثقافات تلات حضارة. فوق بعض ديها. عزيم. موجودين في نفس المكان. والتلات حالات. يعني لغاية فترات. كانوا بيماس فيها الشعائق بالتوازي. يعني في في العصر القديم كانت الكنيسة جنب المعبد. الديانة المصرية القديمة. بعد كانت لقت الكنيسة وجنبها المسجد. تمام. فده دليل على التسامح الكبير في الثقافة المصرية. وانه الثقافة المصرية نفسها ثقافة قابلة للتنوع. مش ثقافات التطرف والارهاب اللي هاجمت علينا مؤخرا من اه сы Потому MSTF جوى المؤتمر. في خلال خمس ايام حصل ايه? اه اولا اه في الاختيارات احنا اولا اعملنا جودة كده في المحافظات الجمهورية سكنديرية قاهرة ا انا عشان نختاري الشعاب المشاركين. قويس قوي. فده احنا استمرار الكترونية. تقدم فيها 1800 واحد. من 1800 قابلنا تقريباً سبعانة واحد.الثلات محافظات دولا دول اه بعد كده الشعاب المقبولين. دول عملنا بقى داخلنا بهم المؤطمم دعيناهم المؤطمم حضرنا الافتاح في القرارة وعملنا جلسة أولا في القرارة بعنوان التواصل الثقافي بين الأجيال جبنا أجيال ثقافية مختلفة دكتور ماتحة العدل بروند ساحب باقي الدين الشعارة دعاء خليل من شعارة الاندرجاون والشباب دول أجيال ثقافية مختلفة فكل واحد بيتكلم عن رؤيته لدول الشباب في الإصلاح الثقافي بعد كده كان يومنا لما سافرنا لقصه من ثاني يوم كان عندنا اليوم مقصة من ثلاث حاجات الصبح من الساعة عشر تقريبا عندنا جلسة عامة جلسة العامة دي كان بمسابق جلسة توجهية للشباب بيتكلم فيها رموث ثقافية كبيرة شباب كوبا مش قصد آسف قامات كبيرة الجلسة المسائية اللي بعد الغداء ديت اللي يتبقى الساعة 4 الجلسة دي كانت مواقض مستديرة احنا عندها في المؤتمر كان فيه خمس مجالات او خمس فئات للاشتراك فئة الثوني الأدائية وفئة الموسيقى والغناء وفئة التطوع الثقافي او الادب والأصار والطراص كان كل ما ايدي من المواقق دي تتكلم ازاي المشاكل اللي عندنا وازاي نحلها ونسمع عواق الشباب كان كل ما ايدي فيها تلاتين شاب تقريبا من كل المحافظات الجمهورية بعد كده في الجلسة المسائية عملنا حاجة جيدة شوية جيدة على المجتمع المصر لسه فكرة الادارة الثقافية ادارة الثقافية علمي ناشئ جديد يعني ما فيش الادارة الثقافية اه بمعنى اه ادارة المؤسسات الثقافية ادارة المحتوى الثقافي ادارة المنتج الثقافي الفكرة ده ناشئ جديد لسه عندنا فيه ديوبلومة واحدة بس في جامعة الكاهرة ورواد المجال ده لسه عندهم قليل في مصر يعني عدد ما يتجوزوش العشرة بيشتغلوا في المجال ده فده احنا محتاجين جدا للفترة الجاية ان احنا نطلع قوادر ادارية شطرة احنا بنعاني يكون فترة الاخيرة في وسط الكسافة الوظيفية العالية في الحكومة المصرية ان الموظفين اللي فيه موظفين كتيش قائمين على الثقافة في مصر في الكاهرة ومحافظات برا الكاهرة مش عالفين ما بيعملوا ايهم مش عالفين اهمية دوتهم مش عالفين ازاي يديروا الموضوع ده بشكل ناجح هو بيجي الصبح يمدي حضور يعمل لك اي حاجة تنكر لك انهم حاجة ويتكر الله مصطفى شفت زورت المحافظات مراكز الثقافية في المحافظات يعني بنسبك بيها زورت عليك كبير منها راضي عنها بكام في الماء بص يا فندم انا لاحظت حاجة كان أستوى حلم النامنا وزير الثقافة بتكلم عنها دايما مفيش عدالة ثقافية يعني في مدينة ممكن تلاقي فيها خمس مكتبات عامة زي مدينة لقص مدينة صغيرة محافظة زي انا نلاقي في مدينة قص الثقافة في قلب الصيد في المدينة رقصية مبنية بالرخام الايطالي جانبه بقى المركز هو انا اعتقد المدن مش محتاجها مش محتاجها تنوي يعني نركز في القرى ما تلاقيش في القرى يا قصر اصخاف وزي قيته تلاقي شق افضل تاني في عمارة او في كان اولت وهذا الموضوع في المؤتمر الزبط وهو كان من خصنا حزنا ان كان الاستاذ اشرف عامة اقراء باعمال الرئيس حقيقة العامة لقصوص الثقافة كان مولود معاه طوله المؤتمر كان بقى اي انتقادات توجه لجهة معينة او حاجة كان هو بقى يوف يتكلم طب نعمل اي اولاد طب يلا نعمل ايه دي كان من المسفيل حلو او في المؤتمر كزايا كان حاجة دكتور خادع عبدالجليل رئيس المجلس القوم للسينما واستشار الوزير الثقافة والامينة العامة للمجلس اهل الثقافة ورئيس قطاع جنوب مصر اللي هو في الساعة وزلسات الوزير جي في اخر يوم في المؤتمر هناك افضل يوم كله معنا عمل الصبح جادسة حوالية مفتوحة مع الشباب تقيما قعدوا ساعتين يتكلموا في كل حاجة فالحمد الله كان فيه قبول من سيادة الوزير في النقاشات وكان هو بقى يتكلم ويتفاعل مع الشباب يعني كان هو كان متفاعل جدا مع الشباب دي كانت خطوة كويسة انها تحسس الشباب ان فيه فعلا فيه اهتمام بالموضوع في الخمس ايام ده كان معظم البرنامج كان بالشكل دوت جلسات تفاعلية كتير جدا وكان بقى اي حد بقى انتقاد طب طب المسئول يبقى عكي هو رض او طب نعمل ايه طيب فده هنديك زي نميزة في المؤتمر مصطفى ايه التوصيات قول لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تفاعة عشر ام اتنين تلاتين او عدنا العد لا 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 مش كلهم قول لي اهمهم اولا اكابز التوصيات التوصيات اهم التوصيات اللي طلعتوا بها من هذا المؤتمر والتوصيات دي هتحصل فيها ايه واستقبلها ايه انتو كنت قاعدين مع الوزير اه والمسئولين هو التوصيات ديت اه هم تلاتين توصيات حسنا مع حضرتك كده هنقول له ابرز التوصيات فضل يعني اول توصية دعم الدولة في مرجة الالهاب والتطرف دي حاجة مفروغ منها لان ده در وجهات الصقافة اصلا انها تقضي على اي فكر ناشئ متطرف يعني المرحلة ما قبل ان يحمل المتطرف السلاح هذا در وجهات الصقافة ان احنا نوله دماغه نفاهمه نعلمه ما بعد ذلك بقى ده ده الاجهزة الامنية دي اول حياة تانية يعني من الحياة البازة جدا ان احنا نعمل مجالس امناء منهم هم خمسة امناء في كل قصة ثقافة منهم ثلاثة شباب من سن 18 لسن 35 اه عمل مبادرة اسمها هعلمني للنام اللي فيها ولاش حلافية انت عاد في حيات الصناعات الحلافية عندنا في مصر صناعة مهمة جدا وممكن ان تدخل اقتصاد او تعمل اقتصاد بديل فاحنا بقى ندعمها في قصوص ثقافة انهما الناس او الفتيات او الشاب الصغير يضعب ان هو يشتغل على الحلاف دي المنتج بتاعها بقى الوزارة تساعدوا النوعة في يسوقها او ينشوها كمان حاجة فتح قصوص ثقافة مجانا لارقامة الانشطة يعني ما يجيش شاب يقولك انا عايز اعمل مصرحية عرب مصرحية بقصص الثقافة تقول له هتدفع كام في المصرح من الحاجات المهمة برضو ان احنا هنعمل نوع من انواع المسابقات القومية للهواة والمختلفين دائما بشكل سانوي فيه حاجات تانية زي مثلا المشاريع الثقافية دعم المشاريع المبادرات الشبابية للشباب يعني الورش الدائمة تبقى موجودة دائما ان شاء الله هل التلاتين اللي انت حضرتك استقررتوا عليهم او التوصيات اللي خلقتوا بيها من المؤتمر هل كانت امام الوزير الظبط هو اللي كان حضر الجلسة الاختمية اللي علامة فيها في ساحة معبد القصو هناك هل رد على التوصيات بتاعتكم رد والتزم قدامنا اولا ان هو المؤتمر يبقى مؤتمر الدوري كل سنة اولا نفس نوعه يتم كل تاتة شهور من دم التوصيات ببعده ان شاء الله طلبه ان المؤتمر الجاي يكون في شمال سينة يعني خلاص كلمنا على السعيدة اهو من الحركاء المعاملات اللي هنقول انها مهمشة في مصر السعيد قلب السعيد اهو ما اجدها ان شاء الله في شمال سينة سيادة الوزير التزم بتنفيذ كل التوصيات بس انا عايز بود اقول لزماننا الشباب انا عاف ان فيه ناس بتشوفهم بتشوفنا دلوقتي ان الجهاز التنفيذية مش هتنفذ دوت لوحدها مش احنا اصحاب الفكرة احنا اللي نسعى او نشتغل على تنفيذها اثنين وثلاثين توصيات اه فيهم توصيات لبعض الاقاليم مواعينة وفيه توصيات عامة لكل مصر فالشباب هو اللي يشتغل على تنفيذ التوصيات ديت احنا انا انا كمصطفى يعني انا مش منتظر ان حد ينفذ لي حاجة انا هروح وهسعى وهتابع تنفيذ الحاجات ديت وهسان في تنفيذها تنفيذ الشباب للموضوعات ديت يضمن اكتر من حاجة اولا الاستمادية بتاعتها نعم تاني حاجة ان الشاب بيبقى مدرك للمشكلة اللي عندنا ايه تمام المشكلة اللي عندك في اداء الدولة ايه المشاكل اللي بيتقابلك فالشاب بيبقى متعامل معها يشوف حلول جديدة او يساعد ان احنا نتخطاها فيبقى متفاهم بالمشاكل اللي بتاعتها مصطفى لو اتعرض عليك تبقى وزير الثقافة تقبل اه اه السنة كم اه 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 انا يعني هي مسؤولية جديدة بس انا ان شاء الله يعني لما تتاعد علي اكون قدها يعني لما تتاعد عليها السنة السمدري شوية لا انا شايف ان اه ان في امل ان شاء الله انا شايف ان في امل يا جماعة والله في امل في الشباب بشكل كبير جدا 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 في كل التخصص اهوة البناء يوفاك يا مصطفى شكرا لكم مصطفى عز العرب مؤسس والمنصق العام للمؤتمر المصري لدور الشباب فيه الاصلاح الثقافي نورتنا وشرفتنا يا مصطفى بالتوفيق ليك وكل شباب مصري اللي بيهتمين بالثقافة وعلى فكرة سيدة الوزير النمنم كان ليه لقاء صحفي بقاران نهاردة ما بينه ما بين الاعلامي الكبير مفيد فوزي كل التحية لمفيد فوزي الاعلامي الكبير في مصر اليوم بقاران نهاردة يعني كان كانت اسئلة كالعادة الاعلامي الكبير الخبير مفيد فوزي باسلوبه هل يعني بياخد اسئلة مش طبيعية بدعوكم ان كنتوا تتفرجوا او تقروا هذا اللقاء المهم جدا مع وزير الثقافة مع مفيد فانسي مصطفى شكرا جزيلا لحضرتك ونورتك بالتوفيق ومرة جاية اشوفك بقى وزير الثقافة بإذن الله اذن الله تعالى بس احنا محتاجين الشباب تمسك بجلد بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واصلوا وراجعين حالا